موسيقى لماذا كنتم بقول من شوية في متعة مش مجرد بيكسب ومجرد ان هو بياخد خطوات له قدام سواء بطولات أفريقيا أو بطولات محلية بس ممتع كمان مارسل كولر احنا بنتتكلم وبنشيد بمارسل كولر من بداية المسيرة في بطولة أفريقيا أو المسيرة المحلية لما نيجي نتكلم على كيفية التحكم في الإيقاع بشكل عظيم التهيئة مهمة جدا انا زي هيق فريقي نفسيا وذهنيا انه ينزل يحترم المنافس اللي فايز عليه ده انبوت الناس مع سهولة المباراة والسهولة اللي الاهلي حط فيها المباراة مركزوش فيه قوي الاهلي متحكم في الإيقاع من الدقيقة الأولى للدقيقة الأخيرة نهاردة بنتكلم على نسبة الاستحواز 70% وتتجاوز 70% صالح النادي الاهلي بنتكلم على عدد تمريرات ووضع في عدد تمريرات الترجي بنتكلم على ان النادي الاهلي نهاردة دقت تمريراته الاهلي عمل 742 تمريرة دقت تمريرات الاهلي نهاردة 96% رقم مبهر 710 تمريرة صحيحة عمل منهم محمد عبد المنعم لوحده ومعظم تمريراته معظم تمريراته أمامية 111 تمريرة لمحمد عبد المنعم محمد عبد المنعم كمان يا كريم بيقولك قد إيه الراجل ده ليه بصمة على كل اللعيب في الفرقة إن ياسر إبراهيم ما بقاش في أزمة في الخروج بالكورة زي الأول وجود محمد عبد المنعم بيحل مشكلة للخط الدفاع كله ولقطة مهمة جدا لازم نتكلم عليها نهاردة استخدام الأظهرة والراجل النهاردة بمنتهى البساطة بالأجنحة بس وبلعيبة مركز 8 قادر يعمل لك معزوف طول المباراة وتروح على المرمة مرة واثنين وثلاثة من خلال التحركات بتاع الثلاثي الأمامي دون استخدام الأظهرة إلا في مناظر مع الاتزام بالواجبات الدفاع فلمني عن الثلاثي الأمامي الثلاثي الأمامي مبهر ثلاثي الأمامي ممتعة بس تاوب محسين الشحاءات كهرباء التحركات بتاع الثلاثي ده في حد ذاتها قبل ما نروح للهجمات والحالات والشغل وإزاي اللعبة بتشتغل محتاجة تدرس الناس لازم تتعلم من مارسي الكولر وهنا لا أبالغ لا أبالغ الناس تتعلم من مارسي الكولر إزاي استخدام استخدام الأفكار البسيطة ورفع جودة تنفيذ هذه الأفكار علشان توصل للحالة دي كل الدنيا أفريقيا محليا عارف الأهل بيعتمد دلوقتي على الأجنحة كصنع لعب وبيعتمد في البرنتريشن على حمد فتحي والعيب مركز ثمانية اللي جنبه سؤال يود دانجا وعمر السلي لا النهاردة الأجنحة هم اللي بيعملوا ده لبعض النهاردة محمول عبد المنعم كهرباء في الدياة خمسة بداية تنفيذ الأفكار في الدياة خمسة من خلال تحركات الأجنحة لو جهز معانا الحالة بتاعت في الدياة أربعة ونص بيبدأ الانفراد الأول انفراد نموذج لولا كان فيه تسلل بقدم سابق بأقل من خطوة محمول عبد المنعم كهرباء وإنهاء ممتاز إنهاء ممتاز بالقدم اليسرى في المقصة تيجي في العرضة آه حسب التسلل بصة كريم الخلخلة تاني دايما بتلاقي الكرة بتفضل تتجمع ناحية الشمال وهنفضل نشرحها متمره والأهل هيفضل يعملها متمره بنجاح خلال كل المباريات اللي فاتت ومباريات اللي جاية كمل الفريم اللي بعده هتلاقي ان علم علول الكرة بتبتري عند علم علول تروح لحسين الراجل الجناح ناحية الشمال بيدخل انسايد عشان يشتغل كصانع لعب بيعمل الباص هنا اليمين للجناح اليمين اللي هيكرر خمس مرات النهاردة كلهم خطر كلهم خطر حسين اللي تاو تاو لحسين تاو وقف على الكرة حط الكرة بشكل ممتاز انفراد لكهرباء اللي قرر تاني وتالت ورابع من طريق حسين وتاو كمل فريم اللي بعده استقبال وإنهاء ممتاز من كهرباء إنهاء عظيم بتروح في العرضة لكن يمكن التسلل ما أمهلوش إن هو يسجل هدف جميل محمول عدواني كهرباء وترجمة نهاردة بنتكلم عن ديها كم؟ ديها لم تتمم الخمسة الأهل بيروح انفراد بنفس الطريقة اللي بالمناسبة رح بيها في مبارات الزهاب ونفس الطريقة اللي رح بيها نهاردة مرة واثنين وثلاثة دي كانت الإنهاء الرجل صدق الدبشي لا حول له ولا قوة يعني بتفرج على الكرة زي ما حاجة فرج عليها مبارات الزهاب والعودة أنا برضا بحاجات لها مرتهاش النهاردة في المقدمة بس مش بالتحكم ده لا وإنه أنا مش محتاجة غير من طرق لعبي ومش محتاجة غير من لعبتي أنا حواليك أنا بعمل إيه وهعمله فيك تاني وتالت ورابع وعمله في كل المنافسين عادي جد من قدرة الرجل على التحكم في أدواته والتحكم في لعبته على تنفيذ اللي في دماغه الرجل بقى بيفرض شخصية الأهل على أي حد أيًا كان مين بيلعب زهاباً إياباً بنفس الشكل الرجاء زهاباً إياباً بنفس الشكل وبيخترق وبيشتغل بنفس الطريقة لما نيجي نروح بقى لتاني أفراد المثلث الذهبي بتاع النادي الأهلي حسين الشحات حسين الشحات يا كريم حسين الشحات بيقدم مردود مبهر للمبارات كتير قوي ما بقتش عد المسلم الحالي ما بقتش عد